أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزماني الصادر عنها في شأن إجراءاتي ومواقيت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وقد حضر أمام لجنة تلقي طلوات ترشوح برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات فريد زهران حيث قدم أوراق ترشوحه النهاردة احنا ختام اليوم الرابع للجنة تلقي أوراق الترشوح حضر في تمام الساعة أربعة لربع السيد محمد فريد سعد زهران طالب الترشوح لمنصب رئيس الجمهورية وشهراته فريد زهران وقدم طلب الترشوح والمسندات المطلوبة مع طلب الترشوح وأهمها 30 نموذج من التسكيات أعضاء مجلس النواب وتم الانتهاء من أعمال اللجنة اليوم وبالتالي في اليوم الرابع تقدم للجنة طلبين الترشوح حتى الآن ترجمة نانسي قنقر